مع الأجواء الأمنية المتوترة جنوباً والخوف من التصعيد وتوسع رئية الحرب يتهافت اللبنانيون إلى السوبر ماركت لتبدع ما هو أساسي خوفاً من انكتاع المواد الغذائية فكيف هو المخزون لحد الآن؟ وهل من خوف على الأمن الغذائي؟ من ناحية المخزون موجود لكن نخشى أنه إذا صار حرب تتقطع المواصلات مع متفيحداً لا نحن كأصحاب عمل نقدر نوصل على عملنا لا نقدر نوزع بضائع ولا المواطن يقدر يظهر من بيته أو السوبر ماركت يفتح لهذا الشيء هذا نحن ما بدنا نحط هلا على الناس بالعكس نحن فينا نأكد أن البضائع موجودة وإذا ضل الوضع مثل ما هو ولو حتى مخربت فما في خوف على انقطاع البضائع هل من خطط وضع أصحاب العلاقة من تجار ومستوردي مواد غذائية بصوة بباقي الكتاعات إذا لا سمح الله انخرط لبنان بأي حرب وشيكة؟ كل الشركات عم تعمل خطط بديلة يعني توزيع البضائع على مدة مستوضعات يشوفوا كيف يعملوا إذا صار تسكير كيف بدون يوضعوا موظفينهم للأسف بس نحن في لبنان تعودنا على هالأزمات وبالتالي ما انه شي جديد علينا ما منتمنى يرجع ينعاد لكن للأسف شايفينا يعني احنا تقريبا ما فينا نقول حاضرين أو جاهزين لكن كل واحد عم بيحضر حاله للأسوأ مش للأحسن في مخزون معين موجود بكفة بس ما في دولة ما في رأي جمهورية حكومة تصريف أعمال يعني ما في نقدر نعمل خط الطوارئ لنقدر نقوم حالنا لا سمح الله إذا صار شيء وبالتالي نحن معنا غير أمل واحد أنه هالحرب ما ترتد على لبنان لأنه فعلا بيكون لسوف يكون لنا حديث آخر التهافت إلى المحال الغذائي وتخزين البضائع هل هو بما كانه بالوقت الحالي وأمر لابد منه؟ أي شخص حابب يخزين ما فينا نقول له لا لأنه نحن مننا بوضع طبيعي لكن أنا اللي فيه أكده أنه لن تنقطع البضائع بالمدى القريب فيه مخزون كافي ما يخاف أنه البضائع تنقطع يعني ما يعود فيه مخزون يمكن يخاف أنه مثلا ما يقدر يوصل على السوبر ماركت وبالتالي نحن عشنا حروب ونعرف أنه واحد ينقطع يوم أو يومين بس لكن دايما ترجع الأمور وبتزبط وبالتالي مننصح الناس أنه إذا بدأت تخزين ما تخزين أكتر من ما حاجة عدة أيام فقط لأنه إذا صار فيه تهافت أولا حتنقطع البضائع ثانيا حيغلى سعره وهذا كل شيء artificial كل شيء مش مزبوط إذن لحد الآن البضائع متوفرة ولا انكتاع في المواد الغذائية وعلى أمل أن تبكى طبول الحرب بعيدة عن لبنان وأهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر